ليه كولر طلع ريدا سليم وكوكا في بداية الشروط التاني ممكن ناس كتير الفترة فاتوا خاصة الجامعين النادي الاهلي كاب بطالب بوجود ريدا سليم راجل رجع عمل إصابة لقى مكانه اللي بيلعب فيه واللي معتد عليه مع الجيش الملكي برس تاو حاجزه بشكل كبير جاتوا الفرصة أنه يلعب تقعز بشكل كبير في الأدوار اللي كولر بيحبها ويهي الأدوار اللي كولر بيحبها هنلعب حتى لو تديني الأدوار الهجومية بشكل جيد الأدوار الدفاعية ما تقلش عن الأدوار اليومية تعالوا نشوف الحالات مع بعض كل الكورات اللي كان بتتلعب في ظهر عمر كمال كانت دايما السنائية من لعبة فاركو على عمر كمال مش هتلاقي ريدا سليم في أي ماشى الدفاع بص في الكورة ديها كلمة ليه بيتماشى لسه الحد الوقت ما خدش الجاري بتاعه وبقت اتنين على واحد بالنسبة لعمر كمال هنا بدأ يجري وكورة هتبدأ تتمرن في ظهر عمر كمال الرجل راح مفراد بالمرمة وتقريبا دي كورة دي ممكن الكورة بتاعت الهدف التعادل اللي سجله وفرقة فاركو كانت واحدة من المشاكل اللي زارتنا دي مش في مرة ولا تنين يا كريم أكتر من ثلاث مشاهد شفنا المشهد ده الكورة بتتقطع برضو بتتحول في المساحة اللي بدهر عمر كمال واللي كان جزء منها آه عمر كمال بيزيده وبعنده انطلاقاته جميع كبيرة لكن دايما ما بقاش معاه مسندة دفعية من ريدا سنيمي العيب اللي بيلعب قدامه أو الجناح اللي بيلعب قدامه فكان دايما الخطورة كلها من المساحة اللي بضاهر عمر كمال أول حاجة فكر فيها كولر بين الشوتين انه يغير شكل الجابهة دي بنزول دي يانج ان يلعب رقم 8 قدام عمر كمال ويبدأ يوقف طبعا قبل التحويل اللي تكلم عنها جيمي في الـ D74 كان دي يانج بيلعب رقم 8 قدام عمر كمال وغير الطرف النجاب حسيني الشحات ناحية اللي مين وخلى عبدالقادر هو اللي يشتغل ناحية الشمال مع إمام عشور اللي رجعه للشكل الفني المهتد عليه والمكان اللي هو بيحبه وبيه بيحب انه يشتغل منه هجمين أو دفاعين طيب